السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كواليس التراجع عن إسناد منصب رئيس الزمالك لوسانا يمان وهدان وماذا حدث تحدثت تقارير من داخل نادي الزمالك عن كواليس مع حدثة في الفترات الأخيرة في ظل البحث عن اختيار من يقوم برئاسة نادي الزمالك الفترة القادمة وذلك عقب قرار القضاء بالتأكيد حبس المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك لمدة شهر وابعده عن كرسي رئيسة النادي لفترة مؤقتة لحين التعرف على مصيره وعقب انقضاء المدة وكان النائب سليمان وهدان وعضو مجلس الإدارة قد أعلن أول أمس تكليفه من المجلس بإدارة شؤون النادي وقائم بعمال رئيس النادي ولكن خلال اجتماع بالأمس فوجأ الجميع بتأجيل القرار وتحويل الأمر إلى وزارة الرياضة لحسم القرار واكتفاء كل عضو من أعضاء الإدارة بملف محدد دون تسمية شخص قائم بعمال الإدارة ووفقا لمصادر من داخل الزمالك أن سبب التراجع الأخير عن اسم سليمان وهدان هو أن التصويت الذي حدث كان خلال تواجد مقاية أعضاء مجلس الإدارة في تونس خلال رحلة مواجهة التراجع الأخيرة في دوري أبطال أفراقيا وعندما عاد الأعضاء بالأمس تم الاجتماع وطلب العائدون أعادة التصويت من جديد وهو ما تسبب في الخلاف الحالي وبالتالي تأجيل حسم الأمر أو إحالته لوزارة الرياضة بينما وزارة الرياضة في خطاب الرسمي بالأمس طلبت من مجلس الزمالك الإعلان عن اسم القائم بعمال رئيس النادي خلال مدة أسبوع وحتى الآن لا يزال اسم سليمان وهدان متواجد قائم بعمال رئيس النادي ولكن هناك بعض المناقشات الأخرى التي تدور حول هذا الأمر ولم يصدر أي قرار رسمي حتى الآن أو بيان يحسم هذا الملف من داخل نادي الزمالك وبالتالي بات التساؤل إلى أين سوف يستقر منصب رئيس الزمالك الفترات القادمة على الأقل بشكل مؤقت ترجمة نانسي قنقر